وفي ظل القلق والخوف اللي هو طبيعي عند الناس آه خسرنا اتنين دوري والناس متخوفة لكن بقول لحضراتك وبطمن حضراتك خلال الفترة القادمة ناس كتير بتسأل على الصفقات الاهل آه فريق كبير وعلشان كده دايماً بيحتاج تدعمات حتى لو انت بتكسب بطولات دايماً محتاج تدعمات خاصة وانك بتلعب في بطولات كتير فريقنا اللي عينوا على بطولة الدوري وبطولة افريقيا وبطولات تانية وكمان عندنا كأس العالم للاندية في شهر فبراير في فبراير القادم انا بقول لكم بشكل واضح ان شاء الله تسمعوا قريب جداً عن تدعمات مهمة واعلان عن صفقات الاهل الشتوية ان شاء الله ان شاء الله خلال الايام القليلة القادمة الاهل سيعلن عن صفقاته الشتوية الجديدة بطمن كل جمهور النادي الاهلي والكلام ده بالمناسبة مش بقوله علشان النادي الاهلي تعادل المباراة السابقة لا النهاردة الكابتن محمود الخطيب كان في النادي الاهلي رجع من الصفر على النادي مباشرةً علشان يبشر عمله ويشوف كل الملفات كابتن محمود الخطيب رجع الساعة ستة صباحاً من الصفر طلع على النادي الاهلي كان عنده اجتماعات النهاردة من الساعة السابعة صباحاً في النادي الاهلي عقد اجتماعات مهمة مع لجنة التخطيط مع الكابتن نبير توفيق مدير التعاقدات والاجتماعات دي مش علشان التعادل الاخير بأكد عليه مش علشان التعادل الاخير لا الاجتماعات دي كانت متواصلة من قبل الصفر علشان مستقبل الفريق قبل الكابتن محمود الخطيب ما يسافر قطر لحضور نهاية كأس العالم كان فيه اجتماعات مهمة كانت كلها عن تفاصيل الفريق واحتياجات الفريق وطلبات مرس الكولر وتاني وبأكد لحضراتكم والكلام هنا وانا بقوله مش مجرد كلام خلال الايام القليلة القادمة ان شاء الله النادي الاهلي سيعلن عن تدعماته وصفقاته الشتوية لكن النهاردة وانا بقوله الكلام ده كله اللعبة زي ما جمهور الاهلي بيساند وزي الجمهور الاهلي ما بيدعم وزي جمهور الاهلي ما بيروح وراك في كل مكان لازم اللعبة تعرف النهاردة اني عليها دور مهم جدا خلال الفترة القادمة النادي الاهلي ريح اللعبة في بداية الموسم عملنا فترة اعداد كل اللعبة بتاخد مستحقاتها عندك الظروف والاجواء مناسبة جدا انك تحقق كل البطولات في النادي الاهلي علشان كده رسالة الجمهور النادي السالة اللعبة النادي الاهلي احنا لما كنا بنخسر بطولة او بنفقد بطولة لازم يكون لي نحن ردة فعل ردة الفعل دي لازم نشوفها بكرا ان شاء الله والله جمهور النادي الاهلي بيفهم في كورة كواس قوي وبيعرف وبيقدر اللعبة بس لما يكون فيه عرق وجهد وروح وبداية ماتش وروح قتالية في كل كورة هو ده جمهور النادي الاهلي وهو ده اللي طلبه جمهور النادي الاهلي وده ان شاء الله اللي احنا بنتمنى نشوفه في المورات القادمة لكن للمرة التالتة والربعة بطمن كل جمهور النادي الاهلي خلال الفترة القليلة القادمة والأيام القليلة القادمة النادي الاهلي سيعلن عن تدعماته وصفقاته الشتوية بإذن الله